بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي نكمل حل. اه كنا وصلنا لسؤال رقم 9. بيقول لك point out the correct statement. يعني اه افطار الايه الصح. ماشي? فهو بيقول لك combining classifiers improved interpretability. فهو اخلي بالك من حاجة اللي احنا لما احنا بنجمع classifier بمعنى اللي انا استخدم اكتر من classifier. فهو الهدف الاساسي منه اللي انا بحاول لنا احسن accuracy. اللي انا بحاول احسن صحة classification اللي انا بعمله. ده ما احنا كنا قلنا بكده ان combining classifiers معناها ايه معناها لنا استخدمت اكتر من ايه من classifier في نفس الوقت. لو احنا كده جينا نروح لحدة اسمها bootstrap. اهو. اللي هي. كلها بتكلم عن نفس الفكرة وهي فكرة اللي انا بيبقى عندي اكتر من classifier. اه وببدأ اللي انا مسلا اعمل classification وده الهدف الاساسي هو اللي انا بحاول لنا اعمل ايه? اعمل اهو. اهو. انا بحاول لك اعمله. تمام? جميل. اه 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 انا جاب لك الماتريكس وديه كونفيوجي ماتريكس. وطبعا اه زي ما اتفقنا ان عشان انت تحل المسائل داية اللي انت تكون بحافظ القوانين. اتعدى عليهم بس اكتر من مرة. لانت تحفظهم ان شاء الله. اه اه اه. هنا طبعا الفولس بازتر. ده الفولس نيجاتف. وده اه اه اه. وده الا Miami setっていう وده الاساسي. ده کل بالك ده هااجشوال بازتر. اللي هو الحقيقي فعلا. بازتر. وده الحقيقي فعلا الناجتف. ولكن ده القانون اصلا توضعته SAT. انت ت puesto وده ايه Tipis is something applicable. اقوم تطو side by step by step by step by step. اقوم sustainable. او کل بالك في مثلاً حاجة زي sensitivity أو specificity عندما تتأتي بتقسم تقسم على ما؟ تقسم على الرئيس العادي اللي هو actually positive اللي هو الأfreيس العادي اللي هو هذا يبقى هذا حقيقي اللي هو داختك الحقيقية كان صحيح عندما تتأتي الصخص وعندما تتأتي الصخص اللي هي true negative rate فانت برضو انت بتقسم على ال ايه ال اكشوال نيجيتف اللي هو ده مش ده. حد يقولي طب ما اعاد ما هو الاتنين نفس بعض اقولك هو في المسألة دي دي هم الاتنين نفس بعض ولكن احيانا ممكن يكونوا مختلفين عادي. المهم. النقطة المهمة جدا جدا عشان محدش يتلخبط دلوقتي. اهم حاجة. وانت بتحسب السنستيفيتي تعرف اللي انت بتقسم على ال بازتف اللي هو ال اكشوال. ده ال اكشوال اللي بقى ال اكشوال بازتف. وانت بتحسب السنستيفيتي بتبتقسم على ال اكشوال نيجيتف. خلينا نجرب. يبقى اول حاجة اه انا عملها دلوقتي هي ايه? نحسب ال اكيوريسي. تمام? ال اكيوريسي طبعا احنا عارفين اللي هي بتساوي ايه? اكيوريسي دي اللي هي الصحة. تمام? اه دي بتساوي ايه? شوف كده هنا. اكيوريسي ترو بازتف زائد ترو نيجيتف. يبقى كل الحاجة اللي انت عملتها بالفعل بشكل صحيح. سواء اللي انت عملت او على 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 زائد زائد ايه النجيتف. خلي بالك برضو هي نفسها ممكن يجي قول لك مسلا في الانتحان ايه از كزا. فتتقول ايه دا احنا ما اخدناها. لا احنا اخدناها هي نفسها. يبقى او هي عبارة عن ايه? قال لك اللي هو اللي بقى هنا زائد على زائد على زائد اللي هو التوتال يعنى. اه طيب. اللي بقى دا بيساوي كام الترو بازتف اللي هو دا اللي هو مية وخمسين. خلي بلك طبعا مش هيك. اكيد مش هيكون جابلك في المسألة مسلا يقول لك دا كزا ودا كزا ودا كزا. انت لازم انت اللي تعرف. ماشي? يبقى تلازم تكون عارف ان دا ترو بازتف وان دا الفولس بازتف. دا الفولس نيجيتف ودا ترو نيجيتف. ماشي? اه اللي بقى دا بالنسبة للموضوع دا هوت. يبقى ترو بازتف هنا عندي في المسألة مية وخمسين. زائد ترو نيجيتف اللي هو هنا. بي اه تسعة تلاف مية وخمسين. تسعة تلاف مية وخمسين. على البازتف زائد نيجيتف اللي هو التوتال يعني اللي هو عشرة تلاف. تمام? تسبوهم بالألة حسبة هتلاقي اللي هو بالفعل تلاتة وتتسعيم من مية. فاللي هنوقف كيه ونتأكد. يبقى بالفعل تلع معنا ايه? تلاتة وتتسعيم من مية. تمام? حسنا. اه طيب زي ما احنا كنا قلنا. اللي انت ممكن تقول واحد ناقص يبقى دا ما فيش مشكلة. يبقى الارر ريت تمام? يساوي واحد ناقص ولكن انا ما افضلش اللي انت تعمل حاجة زي كده. اه انا افضل اللي انت تحسابها بالقانون عادي علشان بس ممكن اللي انت اصلا تكون بالغلط مسلا بسبب توتر او ايا كده انت بسبب فانت لو حسبت الارر ريت بدان على الارر ريت فهو اكيد سيطلع لك ناتك ايه غلط. دا ممكن انت بس تستخدمها كنعمل التأكيد اللي انت تتأكد ان هما اللي اثنين في الاخر قيمتهم بتساوي واحد ايان ماشي? طيب اه يبقى الارر ريت بتحسب ازاي يشوف كده هنا الارر ريت او اللي هو هو نفس برضو الميس كلاسفيكيشن ريت. يبقى كل الفولس اللي هو الفولس بزيتف زائد الفولس نيجتيف يبقى هنا ثلاثمية وي خمسين على التوتل اللي هو عشر تلاف تمام? طيب يبقى شوف كده هتلاقي اللي هو خلينا نحسبها كده بشكل سريع يبقى هنا اه سبعمية على عشر تلاف يبقى بالفعل بوينت اه بوينت صفر سبع ماشي? جميل! طيب السنسي تيبتي كان زي ما اعتفد فأنا ان السنسي تيبتي هنحسبها ازاي؟ السنسي تيبتي بتساوي وخل بالك السنستيبتي هي نفسها الايه اه بنت يسألك برضو اللي هي نفسها True Positive Rate او هي نفسها اللي هي نفسها الكول طيب دي بتساوي ايه ده الترو بازيتف اللي هو مية وخمسين على ال ايه سوري مية وخمسين هنا على الاكشوال بازتب اللي هو ده اللي هو خمسمية على خمسمية ماشي فهو مية وخمسين على الخمسمية شوف كده هو بكم مية وخمسين على خمسمية فهو هيطلع معاك بيساوي آآ بوينت تلاتة تمام يبقى هو طبعا اختيار دي طيب السبسيفيسيتي السبسيفيسيتي وزي ما حتفنا اللي هو برضو ممكن يقول لك ايه بدلها خلي بالك تركز في في الاسماء البديل اللي هي ترو نيجاتيف ريد ريد فهي يبدواص Zombie نيجاتيف بعانا يبقى يبقى شي على مساعدة senator سهل ١٥٠ على الهو ال ال هوجد يسبب MIKEشوال نيجتيف العسانية اللي هو سعى ١٤٥٠ تمام شوف كده يبقى هتاكد تمام ٢٧٥٠ علىbuat geographers و pagarين وقت معاك بالفعل تحصي بين ساوي point Нет اعطائر ستة ماشي يạمين 해بقى طبعا اختيار دي يقول لك في الـ Data Class التي حسبناها هل هي تعتبر Balanced أو Imbalanced؟ فهي طبعاً هنا تعتبر Imbalanced لماذا؟ لأن الفرق بين Sensitivity و Accuracy كبير جداً يعني هذا 3 من 10 هذا 93 من 100 الفرق هنا كبير جداً جداً وبالتالي هنا لا يوجد توزيع صحيح للـ Data لو حد كان فاكر جزئية Balanced و Imbalanced التي كانت هنا عندما كانت القيمة التي لدي قيمة الـ Specificity و قيمة الـ Sensitivity قريبين من الـ Accuracy فهذا كانت معناه أن هذه هي Balanced Classes يعني أن التوزيع متساوي ولكن عندما يكون هناك شيئاً أقل كثيراً من الـ Accuracy معناه كده أن توزيع ليس متساوي لأن هذا معناه هو Imbalanced وبالتالي هنا طبعاً وجدنا أن هناك فرق كبير جداً بين Sensitivity و Accuracy وبالتالي هذا سيكون Imbalanced حسناً؟ حسناً يقول لك في الـ Algorithm K في الـ Key Nearest Neighbor طبعاً ده اللي هو الـ Goar اللي هو Number of Neighbors أما في الـ Key Means ده هو الده عدد إيه عدد الـ Clusters اللي إحنا هنقسم ديه تمام؟ طبعاً الـ Key Means ده هي دي للـ Clustering لما كنا نعمل Clustering أما الـ Key Nearest Neighbor لما كنا نعمل إيه Classification كنا نشوف أقرب Goar مماشي؟ طيب Which is the following Clustering requires Merging Approach فده طبعاً طرق الـ Hierarchy حسناً طرق الـ Hierarchy الـ Hierarchy في الـ Clustering رقم 27 بيقول لك Point Out The Correct Statement يعني شاور على الـ Statement الصحيح Key Means Algorithm Used For Classification هل الجملة ده هي تصح؟ لا طبعاً الـ Key Means ده هي ما حنا كنا نتفقدنا اللي هي تستخدم لـ Clustering طيب هل Key Nearest Neighbor is the same as Key Means طبعاً ده الحكتين المنفصلين أو حكتين مختلفين تماماً عن بعضيان طيب خلنا نشوف C يقول لك Key Means Algorithm Aimed to Partition N Object into Key Subgroups الـ DB بفعله صحيح عليه حسناً بفعله في Key Means سوف نحاول أن نقسم الـ Objects لعدد من الـ Groups طيب 28 بيقول لك Core Point في DB Scan الـ Object اللي هو لما بيكون الـ Neighborhood الخاص به في At Least Minimal Points لانا كنا نجح على الجزء دهوت عشان ممكن يكون مضاخبط شوية Core ثانية Objects عندما كنا نتحدث عن DB Scan هو إيه أصلاً DB Scan DB Scan دي عبارة عن Dynasty Based Special Clustering Application with Noise يبقى دي كان طريقة من طرق الـ Clustering اللي كان بتعتمد على الـ Dynasty اللي هي الكسافة ماشي؟ وبالتالي احنا دايماً كنا نعتبر إن عندي الـ Objects اللي أنا أبدأ أكون حواليه Cluster كنت بسميه Core Objects اللي هو الـ Objects اللي حواليه إيه؟ اللي حوالينه قط كتير ماشي؟ يبقى الـ Core Objects هو الـ Objects اللي الـ Neighborhood الخاص بيه في العدد الـ At least minimum points اللي هو الـ Minimum points الأقل اللي أنا ممكن أعتبرها عشان أكون Clustering ممكن يكون خمسة، ممكن يكون ستة، ممكن يكون عشرة أنا بحدد كأنه زر يشهولد معين لو لقيت إنه مثلاً دهوت حواليه مثلاً خمسة اللي هو زر يشهولد اللي أنا حددته فقدر أقوله على ده إنه هو Core Objects وبالتالي يقدر اللي هو يكون Cluster وبالتالي Core Objects هو الـ Objects اللي بيبقى حواليه على الأقل عدد من الـ Minimum points اللي هو مثلاً خمسة أو ستة أو سبعة أو أي إن كان الرقم اللي أنت حددته يبقى At least minimum points اللي هو لازم يكون موجودة عشان أقول علينا دي Core Point أو أقول عليه اللي هو Core Objects ماشي؟ جميل طبعاً الأسئلة بقى بقيت يعني أصلي المسائل نحللنا عليها كتير وبالتالي أنا عايز أركز بقى دلوقتي على النظري وبالتالي إيه يعني خلاص كده مش مش هركز أكتر على المسائل دلوقتي خلينا بس نركز على النظر دلوقتي طبعاً كل مسائل أصلاً إحنا حللنا شباهها وبالتالي موضوع بقى إيه بقى بسيط وسهل طيب رقم 32 يبقى معنى كده إحنا هنعدي كل المسائل في الجزء البيئي هنركز بس على النظر طبعاً حلل 32 يقول لك what does the term outlier means يعني ايه outlier معنى دي حللناها بكده برده دي عبارة عن extreme value يبقى هي قيمة بتبقى extreme جداً بعيدة تماماً عن باقي الايه distribution ماشي؟ بلانك وبر دي بقى شوية بيقولك dealing with data collected for multiple sources لما حنيجي نتعامل مع data من أكتر من source وبالتالي لازم اللي احنا نعمل ايه لازم اللي احنا نعمل data integration كأننا بندمج داتا دهيت مع بعض تمام؟ اللي بديك هاتخطوة مهمة جداً في knowledge discovery process عشان انا لما الشكل طبيعي جداً لما انا باجي بعمل مثلاً mining لدي data انا ما بعملش من مصدر واحد بس بيكون عندي اكتر من مصدر ولازم اللي اكون ايه ادمج المصادر دي كلها مع بعض ماشي؟ بيقولك all of the following are considered characteristics يعني بيقولك this is the fault of interesting patterns مع عادة ايه except ايه فهو احنا طبعاً كن قلنا اللي هو non-trivial يعني بيبقى حاجات تقدر تقول لي هي ايه مهمة مش مثلاً ملهاش لازمة لا تبقى مهمة بالفعل previously unknown يعني الحاجة انا بكونش عارفها اصلاً قبل كده useful يعني بتكون مفيدة ولكن ما بتكونش explicit explicit يعني واضحة وصريحة كاني مثلاً بجيب بيانات شخص بيانات شخص دي ما تعتبرش ايه ما تعتبرش data mining كاني مثلا بعمل عملية زي sorting ودي بارده ما تعتبرش ايه data mining يبقى العمليات ال explicit دي ما تعتبرش ايه الحاجة вед دايما بناتقال انتحاول ايه ما نستعاد ميارة واا ام هذه لحاجة تjourdع många التعامل ومص فجتب الاسبال وخصيد وانها هي القواعد بتقول الاسبال هلiana قواعدينoit قواعدين و هل الأبشكت اللي موجودين في نفس الكلاستر قريبين من بعض و لا؟ يبقى انت بتحاول تعمل بالزبط انت بتحاول تعمل ايه اللي انت بتحدد هالك الكلاسترز دي كويسة و جودتها كويسة ولا لا تمام كده؟ حال هنبدأ نلاحظ على فكرة ان الاسئلة بتتكرر معنا و دي هتبقى حاجة لطيفة ان شاء الله يقول لك يبقى زي من حتى فأنا اللي هي قيم زي التمبراتر او كده فاحنا بنستخدم لابا لما انا كنا نتكلم اصلا عن انواع ايه لما انا كنا نتكلم عن انواع ايه الاتريبيوت فانا كنا عندي اللي هي الاردنال و كان عندي البياناري و كان عندي النومنال طبعا حاجة ده هي مهمة النومنال مثلا زي مثلا كاستمر اي دي او مارشال ستيتوس او اللي احنا بنسميها كاتوجري كالمسلا تمام؟ يبقى هي بتعبر عن مثلا تقدر تقول صفة معينة او كاتوجري معينة او كود او حاجة زي كده و دي بتبقى كوالتيتف يعني بقى مش عليها عمليات حسابية او كده الكوميينرات عبرها عن حالة خاصة من النومنالadoوحد فوقupunقيينة الحسابية و دي برضه تبقى كوالتيتف ممكن سعوة هي واسيمنترق 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 يكون مثل الهجندر هما الاثنين بيبقوا equally valuable هما الاثنين قيمتهم مثل بعض لهم نفس الويت تمام الاسيمنترق اللي هما ما بيكونوش الاثنين بنفس الاهمية الوردنال اللي هي الوردنال جاية من اللي هو ان الوردر هنا بيبقى له معنى ان الترتيب هنا بيبقى له معنى هيا بردو تبقى ايه تبقى جميل زي مثلا حاجة زي نقاط زي نقاط زي دي النوميريك اتريبيوتس اللي هي الحاجة بقى اللي انا ممكن اللي انا استخدمها في عملية حسابية او غيره او اطرح وكلام من ده دي اللي هي بتبقى قوانطيتف مثلا اقدر اللي انا قاعدها فهي ممكن تكون يعني مثلا زي زي درجة الحرارة زي اليير السنين وكده او الريشو اللي هي بيكون لها زيرو بوينت بالفعل يعني بيكون لها زي مثلا الوزن السالري ال years of experience وكلام من ده يبقى دي انواع بس الاتريبيوت بشكل سريع يبقى هنا هو طبعا بيقول لك بيقول لك بيقول لك بيقول لك ونحاول نشوف شكلها ونحاول نعرف معناها اكتر ايه يبقى نهاية مراحل او نقاط بتكون جوه الانتربيتشن او جزء من اللي هي خطوة الانتربيتشن رقم 3 بيقول لك data mining is best described يعني نقدر نوصفها عن طريق البروسس اللي احنا بنحاول نعمل ايه بنحاول نتعرف على مجموعة انماط جوه الانتربيتشن اللي عندي ماشي؟ يبقى ده هدفها الاساسي اللي بتتعرف على الاتربيتشن اللي معوجودة في الاتربيتشن زي طبعا ما انا عملنا بقى في المحاضرات طلعنا مثلا الاتربيتشن زي مثلا اللي احنا عملنا بريكتشن احيانا زي مثلا اللي احنا عملنا كلاستر وجروب النقط زي دي كلها تمام كده؟ جميل فاير نمبر ساملي سؤال متكرر ولكن هنا احنا بقى من حاجة مهمة جدا 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 وده الحاجة اللي احذرتك منها كثير وطلعك اللي انت لازم تلتبهم شوف هنا هم مش مترتبين تمام؟ هنا ايه مش مترتبين هنا تلتة وتلتين بقى قبل اكيدة خمسة وعشرين اللي بقى لازم تلتبهم الاول تصعودية وبعدين تبدأ اللي انت تشتغل عليها لو عملت من غير ما تعمل كده المسألة غلط تمام؟ يعني ممكن تكون عارف الخطوات وماشاء الله عليك يعني حلت اكتر من مرة ومش عارف ايه ولكن انت حلها غلط ليه عشان تلسيت اللي انت ترتبها فهو مش هتاخد منك سانيتين بالضبط اللي انت تتأكد ان المسألة اللي قدامك بترتبها ماشي؟ طيب اه ودي عموما سواء في مسائل الفايف نمبرز سواء في مسائل البننج اي حاجة عموما ترتب تصعوديا قبل ما تعمل اي حاجة ماشي؟ جميل رقم خمسة بيقولك طبعا معدل هنا معدل كي مينز انا عصدي اللي هو مسائل خاصة به البننج ومسائل خاصة مثلا بالايه باللي هو اندرستانيك ديتا والنقاط زي دي اللي ايه او المين او المود او الكلام دهوت كله لازم انت ترتب لأولا رقم خمسة بيقولك اللي هو قريبة قوي من المين لابقى معنى كده ان هي عندها ايه؟ طبعا لو ستاندر ديفيشن ما هو معنى لللو ستاندر ديفيشن ان هم يعني ايه مش معملهم ديفيت او مش منحارفين بشكل كبير عن المين يعنى مش مش بعيد بشكل كبير عن المين تعالك بصي على الشكل دهوت عشان تقدر انت اخييل معايا هو فين ماشي خلينا نشوف اللي هو الاسبيرجن دهوت طبعا الاسبيرجن كانا من الوسائل اصلا لانة اعبر عن الاسبيرجن هو انتشار الديتا والاستاندرد فيشن فلو انا قلت لك اللي هو الو معنى كده ان النقاط قريبة من المين ماشي طب لو هاي لابقى معنى كده ان هي بعيدة عن عن المين. يبقى هو بيقول لك هنا very close to the main. لبقى ده يتمعنا low standard division. طيب. البرامترك data reduction strategies طبعا زي ما حتى بنا البرامترك هي regression. اما ال non-parametric هي الهيستوغرام او clustering او assembly. طيب رقم سبعة. بيقول لك which is the following the process of combining data from different resources. يعني انت بتجمع الداتا من اكتر من ايه? من اكتر من source. يبقى طبعا هنا ستبقى data integration حلناها قبل كده. اللي هو فكرة اللي انت ايه? كأنك بتجمع الداتا من اكتر من مصدر. طيب. اللي بعدها بيقول لك correlation analysis measure for the nominal. اعتقد nominal attribute. يبقى لما احنا عايزين نحسب بالcorrelation analysis لي. النومنال attributes اللي هي ما بتكون مثلا ارقام او كده. فوسعتها نستخدم اللي g square. يبقى خلي بالك الليفت وال covariance والcorrelation coefficient كلها بتكون للnumeric attributes. تمام? ما يفعل لانا استخدمها للنومنال. طب لو انا عايز اعرف مثلا عندي اثنين وعايز اعرف ما بينهم. اه وابتالي هحسب ايه? فقال لك اللي انت ممكن تحسب ماشي? جميل. اه المسألة هي برضو مسائل مقررة ولكن بس عايز اه انبه على نقطة معينة. هو قال لك هنا اللي انت بتعملها partition لفور بنز. تمام? يعني الاربع بنز. يبقى ده هوت الاول. تمام? اه 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 ده الاول. وده التاني. وده التالت اللي هو غاية هنا. وده الرابعة. يبقى خلي بالك هو هنا مش بيقول لك ان كل بن فيها اربع قيم. لا هو هنا بيقول لك بشكل واضح وصريح انت بتقسم هنا الفور بنز. يبقى اربع اربع بنز. بمعدة اللي انت مسلا عندك دلوقتي كم عنصر؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر اتناشر. اتناشر يحتاج اللي انت تقسمهم لي اه اه اربع اجزاء. اتناشر على اربعة اللي بقى تلاتة. يبقى كل جزء او كل بن هيكون فيه تلات عناصر. ماشي؟ ده غير لو هو قال لك مثلا اللي انت تقسم الديبس الخاص بهم بتلاتة. قصده الديبس بتلاتة معناها اي؟ معناها ان كل بن فيها تلاتة مثلا. ده شكل تاني خالص. يبقى تاني. يبقى السؤال زي ده ممكن اللي هو يقول لك بطريقتين. الطريقة الاولى اللي هو يقول لك قسمها الاربع بنز. يبقى ساعدتها مسلا انا هقسمها الاربع بنز وهيشوف المفتوض يكون فيه كم عنصر. يبقى كل بساطة هتشوف عدد الديتا اللي عندك هتقسمها على عدد البنز. فهيطلع لك اللي هو العدد المفتوض اللي يكون في كل بن منه. يبقى مسلا اتناشر اللي هو عدد الديتا اللي عندي. على اربعة اللي هو العدد البنز اللي هو اللي هملي. يبقى تلاتة. يبقى كل بن فيه تلات عناصر. يبقى ده نوع من المسائل. النوع التاني اللي هو يقول لك مسلا. وف ديبس مسلا او بخمسة مسلا. يبقى معنا كده ايه؟ معنا كده اللي هو بيقول لك ان كل بن لازم يكون فيه خمس عناصر. تمام كده؟ حل. يبقى ده نقطة اللي ها حبيت اوضعها. طبعا بقى انت بيقول لك بقى احسب ال new value في ال first bell اللي هيا تبقى ال ايه الاربع. اللي هو شان هو قلك انت هنا تستخدم smoothing by medium. ماشي؟ جميل. طبعا من max normalisation تقررت معنا كتير. مجرد بس انت بتطبق القانون. ال concept هيريكي بتستخدمها في data discretization وده data discretization كأنك انت بتقسم الدتال جاية من كلمة discret. بتقسم الدتال مجموعة اجزاء. وبتقدر انت تحاول تتخيل ال concept اللي قدامك. فانت كأنك انت بتقطعه الأجزاء يعني حد كتب العنوان بتاعه بشكل كامل انت عايز تطلع مثلاً جزء الايه الكونتري منه وبالتالي انت بتدقل انت تتجزق الى العنوان بتاعه دهوت وبتدقل انت ايه عشان تفهم الدتا اللي عندك بشكل افضل ماشي؟ طيب بيقولك انا عايزك تركز معايا في حاجة مهمة جداً انا عندي نوعين من ال الريدوكشن تمام؟ انا عندي ايه؟ اول نوع هو نوع التاني اللي هو ديمينشنالتي ريدكشن قليلا نبدأ بالديمينشنالتي ريدكشن فكرة ايه في كترة انت بتحاول تقلل عدد يعني بتحاول تقلل عدد لعدد الفيتورز سالتها ممكن تستخدم حاجة زي البي سي ايه التربية سبسلسلسل او الويفلي ترانسفورم ماشي؟ اما نوع تقلل حجم الداتا اللي موجود ماشي؟ سواء بقى بطريق طرق البرامتريك زي الريجراشن وهو هنا يقول لك إيه بيقول لك إيه بيقول لك 거죠 franchise the original data by smaller data representation بتقدم بنائه نملكية طب TanjiX interpret tless يقول لك إذا عمل together該第 عدد الاتريبيوتز او بتقلل عدد الفيترز اللي بقيت هنا تتعمل ايه؟ ديمانشيناتي ريداكشن والامثلة عليها اللي هي ويفلي ترانسفورم او البي سي اي او الاتريبيوت سابسات سيليكشن ماشي? جميل. يبقى طبعا هنا تبقى بيقول لك لو الليفت مجر للآيتم سبريد والرئيس دي طبعا حعلناها كتير وتكرر كتير. الليفت اللي مسلا ايتم بنص يبقى احنا قلنا ان لو الليفت قيمته اقل من الواحد يبقى معنا كده ان هو ايه؟ ان هو اكبر من الواحد اللي بقى دهوت positive correlation لو بيساوي واحد اللي بقى هو ايه؟ لبقى هو independent هو هنا اقل من الواحد وبالتالي هو هنا negative correlated طبعا الcorrelation analysis احنا بنتستخدمه عشان نيلمينيات الميسليدينج رولز وده اصلا كان الهدف الاساسي اللي احنا استغلنا الcorrelation analysis اللي احنا بنشوف هل هم فعلا interesting ولا لا? هل هم فعلا مهمين بالنسبة لي ولا لا? وهل الرول ده هي تتبقى مفيدة بالنسبة لي ولا اللي هو بقى ساعتنا استخدمنا اللفت استخدمنا مثلا ايه الهي احنا كنا برده استخدمنا ال covariance مرة برده استخدمنا correlation coefficient استخدمنا طرق كتير من الcorrelation analysis عموما علشان نشيل الروز اللي اللي هي مسليدينج اللي هي مش هتفرق معي في حاجة او اللي فعلا مش مهمة ماشي؟ طبعي بيقول لك approach is best when we are interesting in finding all possible interactions among a set of attributes مثلا فهو يعني ايه الحاجة اللي انت تلواتي عايز تعملها علشان تشوف ال interactions او مثلا ايه علاقة الاتريبيوت ببعض فانت هنا طبعا انت بتكيب ال association rules ماشي؟ يعني ال association rules بتوضح اللي هو ايه علاقة الاتريبيوت ده هو بالاتريبيوت التاني ماشي؟ جميل يقول لك الاتريبيوت سالب خمسة وتمانين من مية طبعا سالب خمسة وتمانين من مية معناه ايه؟ معناه اللي هو ده هو كده ايه؟ الاتريبيوت لو اقل من الصف اللي بقى معناه كده اللي هو negative correlated يعني ايه؟ يعني لو واحد التاني هيزيد اللي بيانا سي لبقى لو one attribute decreases اللي بقى second هي ايه هي increase طبعا في decision tree you will choose attribute with large information gain اللي هنستخدم ودي شرحناها قبل كده اللي هو انت بتستخدم information gain الاكبر اللي فكرة لوحز ان الاسئلة بتتكرر بشكل كبير جدا اسئال ده برضو حلناه كله قبل كده واكتر من مرة كمان وده برضو حلناه وده حلناه تقريبا كل المسائل اللي هنا حلناها بس خلينا نشوف كده ده بيقولك لو لو بتستخدم decision tree induction عشان تعمل production ومفيش اي rules بتعمل لها triggering فسعادة احنا بنعمل ايه؟ ساعدة احنا بنستخدم ال fallback rules fallback rule دي حاجة كده default حاجة افتراضية بمعنى بمعنى لو مفيش اي rule استخدمناها في decision tree فهو احنا هنلجأ الى الايه؟ fallback rule ماشي؟ طب لو اكتشفنا ان تيوب ومسلا صف معين تطلع لي اكتر من rule والrule ده هيت كانوا في خلاف ما بينهم ماشي؟ يعني في هنا class prediction مثلا قال لك ان ده junior والتاني قال لك ان ده senior اللي بقى معنى كده حصل ايه؟ حصل حاجة اسمها rule conflict يبقى حصل conflict في الروز اللي طلعت ماشي؟ حل يقول لك clustering algorithm which can find clusters of arbitrary shape يعني طرق من طرق الclustering او الالجوريزم يعني اللي تقدر تجلب لك clusters of arbitrary shape يعني shapes مختلفة مش شرط ايه؟ مش شرط شكل دائري وبالتالي ده طبعا كانت طريقة ال db scan ميزة ال db scan التي تحتمزها على dynasty وبالتالي هي كانت بالفعل مش ايه؟ مش لازم يكون فكرة انه يبقى في center ولازم يكون دايرة وكده لا ممكن ان هو اي شكل عموما ماشي؟ جميل بيقول لك point out the correct statement واللي كان الحل هنا قال اللي هي مش متأكدة خلينا نشوف هل هي فعلا صحة ولا لا بيقول لك يعني شاور على الحاجة الصحة يعني ماشي؟ key means algorithm is used for classification طبعا دا غرض لا يمكن اللي هو يكون صح ليه؟ عشان key means مستخدم فيه clustering كميل؟ بطع حل بيقول لك key means algorithm aims to partition n objects into key subgroups يعني key means هدفها الاساسي اللي حين نحاول نقسم المجموعة من objects يعني n objects لمجموعة من subgroups اللي بقى دي بالفعل صح اللي بقى هو دافع عن الإجابة الصحة طبعا دخلينا نشوف c كده c بيقول لك key nearest neighbor is the same as key means اللي بقى دي طبعا غلط دي algorithm و دي algorithm تانية خالص key nearest neighbor دي تستخدم في classification و prediction وتعتمد على distance اللي بقى هو مال اثنين حاجة آنية خالص لتبقى الإجابة الصحة فعلا الحاجة الوحيدة الصحة اصلا هي key means algorithm اللي بقى استخدمها يفعلها من partitioning ليه؟ الثمي و تترين يقول لك you need to make a production you will use A خلينا نشوف في هذا الوقت عاديس عامل class production وبالتالي انا محتاج طريقة من طرق classification اللي بقى بكل بساطة انا استخدم هنا key nearest neighbor وما الا هيcha db scan لأ دانا كنت با استخدمها في clustering اللي بقى d clustering كي مينز باردو كلاسرين كي بي جروز ده أنا كنت بستخدمها عشان طلع الـ فريكونت باترنز لابقى طبعا الحاجة الوحية لأنا بستخدمها هنا للبريدكشن هي كي مينيل استنهيب ماشي؟ رقم 3 وترايين بيقولك The groups are not predefined لابقى ده يعني أنا ما بكونش عارف أسماء الجروب لابقى ده دي طبعا فيه الكلاسرين ولكن فيه الكلاسفيكيشن أنا لازم أكون عارف لأيه الجروبز اللي أنا باتعامل معي يعني لازم يكون فيه لابقى ماشي؟ المسألة دي بردو حلناها قبل كده والمسألة ده هي ده سؤال خطأ أصلا علشان القيمة اللي هتطلع معاك هنا هتطلع معاك بصف والصف طبعا لها هو قيمة موجبة ولها هو قيمة سالبة ولكن نفترض فأسوأ الحالات لو جالك في الامتحاد حاجة ولقيت انها طلعت معاك صفر هتنزل هتخليها الإجابة اي اللي هو positive and good position أنا مش مقتنع بالسؤال دهوت عشان هو أصلا مفروض أنه هو سؤال خطأ طيب خلينا نكمل بيقول لك طريقة من طرق تبدأ تفطرد الأول أن data in essence عبارة عن single cluster يعني هي بتعتبر أن كل object عندنا هو عبارة عن cluster لوحده يبقى هذه طرق الagglomerative لو حد كان فاكرا الagglomerative فكرتها ايه؟ فكرتها فعلا لأنها كانت تعتمد لأننا نشوف كده النقر دهيت بس طبعا ما اعتقدتش لأننا هتكتب agglomerative بشكل صحيح يعني agglomerative كده ايوه الحمد لله يبقى فكرة الagglomerative اللي هي بتحاول تعمل merge بمعنى اللي هي بتبدأ الأول تخلي كل الobjects اللي عندي كل object الواحده عبارة عن cluster وبتبدأ اللي هي بقى تقرر ما بين كل object والتاني لو لقيتهم اللهم ما شبه بعض بتعمل لهم ايه؟ merge مع بعض ماشي؟ يبقى دي طرق الايه؟ الagglomerative تمام كده؟ آآ طيب يبقى هنا آآ هنا طبعا agglomerative تمام؟ بس هو بس سؤال هنا مش مش كامل يعني عشان بس فيه حتى هنا متاكلة المهم يقول لك الobjects deviates significantly from the rest of the data set it will be a خلينا كده نرجع على أنواع الoutliers عشان هي من الحاجات المهمة لو رحنا كده لجزئية ال global outlier رحفين global آآ تعدد تماما عن كل ال data set الباقية ماشي؟ آآ يبقى ده مثال زي مثلا intrusion detection اللي هو حد مثلا آآ حد imposter مثلا ايه؟ دخل السيستم او كده فده هو ممكن تكون قيمة بعيدة تماما عن باقي الايه؟ عن باقي القيم ماشي؟ آآ contextual اللي هي فكرتها ايه؟ فكرتها ان هي دايما بتعتمد على context يعني دايما بتعتبر على تعتمد على المكان او بتعتمد على time تمام؟ يعني تعتمد على مسلا الوقت زي درجات الحرارة ممكن مسلا في وقت معين في اليوم درجات الحرارة زادت قوي وبالتالي كده بيبقى اسمها ايه؟ آآ contextual outlier تمام؟ وطبعا عندي برضو آآ آآ اللي هي حاجة اسمها collective اللي هي بيبقى عندي مجموعة من ال objects مسلا آآ آآ يعني المجموعة من ال objects زي دول مسلا بعدوا تماما عن باقي الايه؟ عن باقي ال data set ماشي؟ جميل طيب يبقى هنا طبعا هيكون الاجابة الصحة ايه؟ ال global outlier طيب آآ identify the outlier for the given data عشان تتعرف على ال outlier فهو انت ممكن تعمل آآ طريقة كده بالفهلوة تمام؟ وممكن تعمل طريقة فعلا ايه؟ آآ طريقة صحيح طريقة الفهلوة اللي انت بتقسمه من الصغير الكبير تمام؟ وبتشوف اكتر قيمة بعيدة عن الباقي يعني مثلا الفرق ما بين القيمة ده هيت وما بين مثلا باقي القيم هتلاقي اللي هي فرق كبير ماشي؟ وبالتالي هتقدر تقول ان 7 ده هيت دي الايه؟ اللي بادي طريقة الفهلوة ولكن الطريقة بقى اللي بجد اللي اخدناها قصا بالفعل هي طريقة الايه؟ احنا اخدناها اللي هي اخدناها ال Five Number Summary انت بتحسيب ال Five Number Summary لالداتا اللي عندك بتحسيب ال Interquartile Range بتبدأ تحسيب الRange الجديد للقيم اي قيمة بعيدة عن الRange ده هيت او برا للRange ده هوت اللي بقدة ده معناه اللي هي ايه اللي هي Outlier ماشي؟ يبقى لو عندك وقت في الامتحان حلها بال Five Number Summary عشان تكون متطمن لو ما عندكش وقت حلها بيه طريقة الفهلوة ماشي؟ جميل بيقولك What does the term Outlier mean? يعني أصلاً Outlier هذه حلنا كثير برضه هي عبارة عن extreme value Value بعيدة تماماً عن باقي distribution مماشي؟ طيب بيقول لك What statement about Outliers Through? يعني أي من هذا الجمل يتصحب بخصوص Outlier قالت What should be identified and removed from a data set طبعاً هذا غلط لا يفعلش اللي أنت أصلاً تعمل Remove from the data set أنت لازم تعرف هو ليه أصلاً هو موجود وتفهمه وتعمل analysis عليه لذلك أصلاً نحن عندنا محاضرة اسمها Outlier Analysis لذلك أنت تعمل analysis للايه للOutlier تماماً بيقول لك It should be part of the training data set or should not be present ما ما خدنا حاجة زي كده ولا خدنا حاجة زي كده ولكن الحاجة الوحدي ده اللي صح بخصوص Outlier اللي هي إنه بخصوص المسألة اللي أنت بتحاول تحلها أو الproblem اللي أنت بتحاول تحلها الطريقة تفتيتك للOutliers هتختلف ممكن أن تتحدد Outlier بطريقة معينة ممكن أن تتحدد Outlier بطريقة تانية وهكذا ماشي؟ وبتحدد استخدام Outlier نفسه ماشي؟ جميل هلا نبدأ بـ True والFalse بيقول لك المود can be found in the Nominal Attribute Value يعني هل نحن نقدر أن نحن نجيب المود اللي هي القيمة الأكثر تكراراً للNominal Attributes آه طبعاً ممكن ما فيش مشكلة يبقى مثلاً ممكن لهو حاجة زي السالري مثلاً لقيت Low 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 وهوي فأنا لو قلت لك إيهو المود فأنت تقول لي Low عشان هي تكرارت ثلاث مرات يبقى ما فيش مشكلة طيب رقم الثاني يقول لك Sorting a Student Database Based on Student Identification Number يعني أنت هنا أنت بتعمل Sorting بتعمل ترتيب لداتا بيز من الطلبة هل هذا يعتبر Data Mining Task؟ فهو طبعاً False ليه؟ إنت لا هنا مثلاً بتعرف على Patterns مش بتعرف مسلاً عن معلومات موجودة عنك كل اللي انت بتعمل هنا تتعمل مهمة روتينية بس اللي انت بتعمل ترتيب وبالتالي هذا طبعاً لا يعتبر Data Mining Task رقم الثاني يقول لك Strategies for Data Transformation include a Ch-square test فهو طبعاً لا اللي Ch-square كان بيستخدم في الإن كان بيستخدم في اللي انت بتشوف ال-correlation كنت بتشوف الارتباط ما بين two attributes بيكون نوعهم نومنال ماشي؟ ليس لا يوجد أي علاقة بال Data Transformation وماذا هو بيستخدم في إيه؟ بيستخدم في اللي هو ال-correlation analysis اللي بقى له نحن كده الجزء ال-correlation analysis تمام؟ روح كده الجزء ال-correlation analysis هتلاقي اللي هو المثال أصلاً اللي احنا كنا أخذناه بالفعل عليه اللي هو ال-A-Ch-square لما احنا كنا متعامل مع ال-nominal data لما احنا كنا متعامل مع ال-numeric attributes اللي هي ال-correlation coefficient أو ال-covariance أو غيره ولكن باختصار ال-Ch-square كان يستخدم في إيه؟ في اللي هو redundancy أو ال-correlation analysis ولكن لا يوجد أي علاقة بال-A-Transformation ماشي بيقول لك Benning is a method of reduction هل ال-Benning طريقة من طرق ال-reduction؟ فهي لا برضه ال-Benning كان طريقة من طرق التي تستخدمها ال-cleaning يعني انت تحاول اللي انت تحل مثلاً ال-A دعي نشوف كده اللي انت كنت مثلاً عندك مجموعة من القيم منتعايز اللي انت تتحول لها القيم تانية عشان قيم اللي عندك مثلاً فيها اخطاء أو كده فانتالي انت كنت تتعمل cleaning أو smoothing أو مثلاً تعتبر كمان اللي هي عبارة عن transformation انت تترانسفورم القيم اللي موجودة ولكن هي ايه؟ هي لا تعتبر خالص نوع من انواع ال-reduction لماذا ايه على قبل ال-reduction وما هي ال-reduction اللي انا كدنا اخدناه؟ افتكر بقى معاي اللي احنا كدنا اخدنا ال-reduction اللي هو احنا كدنا منقل ال-representation بتاع ال-data سواء بطرق ال-parametric أو non-parametric ال-dimensionality reduction اذا كدت بستخدم بقى طرق زي ال-b-c-a كلام من ده كدت بقى العدد الايه؟ ال-attributes أو features لماذا اي علاقة بقى ال-reduction ال-reduction اللي لا كانش موجودة هنا خالص ماشي؟ طيب حلوة طبعاً هيكون ايه؟ ماشي؟ كمين طيب بيقولك redundancy is the important issue in data cleaning وهي برضو redundancy مش بتبقى موجودة في ال-data cleaning هي بتبقى موجودة في ايه؟ دعنا نبدأ نشوف كده redundancy عشان دي برضو بتبقى نقطة من النقطة المهمة redundancy انا بدأت اتكلم عنها لما انا كنت بعمل data integration اللي انا كنت بعمل بمرج ال-data من اكتر من store يعني من اكتر من database مثلا فأنا كنت عايز اتجنب ان بيبقى عندي مثلا attributes مكررة وبالتالي انا كنت ساعتها ببدأ اللي ايه؟ اهتم بال-redundancy يبقى ال-redundancy هنا important issue في الايه؟ في data integration لما انا باجي بكامل ال-data من اكتر او بجمع ال-data من اكتر من ايه؟ من database رقم ستة بيقولك association rules provide information in the form of if-then statement لا ال-association rules ما كانتش بتشتغل كده خالص association rules مثلا كان بتوضح لك حاجة زي support او confidence او كده وما ال-اللي كانت افزين ستيتمنت ده اللي هو decision tree induction هي كان بتوضح لك فعلا بشكل افزين ستيتمنت يعني لو احز كده معايا هنا then اوش موجودة decision decision tree induction اه اللي انا بدأنا في decision tree induction وقلنا ان هي اصلا عبارة عن افزين ستيتمنت او احنا بنتمثل الحاجة ب افزين ستيتمنت تمام؟ يعني ما لاش علاقة بالاسوشيشن rules يبا انا ده خطأ و يعني ايه او تصحيحها هي بقى decision tree induction طيب رقم سبع بيقولك make the decision tree more simple فكرة برونيج داية اللي انا كنت بشيت بقى ايه الفروع اللي ملاهج لازمه يعني دلوقتي بعد ما انا اخدت مسلا decision وموضوع انتهى خلص فانت بقى بتدقى اللي انت ايه اه تشيل كل الكلام ده هوت مسلا وتبدله بحاجة معينة مسلا هنا او كلا فانت بتخلي الموضوع ايه ابسط ليس كومبلكس يعني تخليه simple اكتريان ماشي؟ وزي ما احنا كنا قلنا من اللي احنا عندها القرقتين اللي هي play pruning و post pruning يبقى هنا البرونيج بالفعل بيخلي decision tree تبقى اسهل او او ابسط يعني تمانية بيقولك يعني الحاجة اللي بتبطق الابراير الابراير الالجوريزم هي عدد الاسوشيشن روز بدي خطأ احنا كنا اخذناها قبل كده الفكرة في الابراير الالجوريزم الحاجة اللي بتبطقها هو اللي انا كان بيبقى عندي كانتز كتير بعض عدي على ايتم ساتز كتير اوي ويبدأ اللي انا ارشحهم اللي هو ما يبقوا frequent ايتم ساتز وفي الاخر ما بيبقوش frequent ايتم ساتز يبقى هو ده البطء في الموضوع ولكن ما لديهش علاقة بالايه بالنمبر ويبدأ ليه هنا يبقى رقم تسع بيقولك يعني هو بيقولك هل هدف اللي انا بحاول ازود عدد فهو طبعا لا الكلسترينج اصلا فكرة الاسية اللي انت كنت عايز بس تجمع وتتعرف على الروبز اللي موجودة في الداة وتعرف مثلا ايه الجروبز اللي موجودة دي وتجمع الحاجات اللي شبه بعض مع بعض وتجمع الحاجات اللي مش شبه بعض يبقى ده كان الهدف بشكل اساسي انت بتحاول انت تدسكوبر unknown groups في التالي عندك خلي ان كل الاضجكس اللي موجودة في الكلستر اللي شاب بيقى ويبقى دسميلر يعني مش مش متشابهة مع الايه مع الاضجكس الموجودين في والتانيه اللي بدأ هدف الكلستر الاساسي مالوش أي علاقة بايه فكرة ما انت هل تريد形 الكلستر كتير مالاش اي علاقة اللي بدأه هيبقى فوتس طيب رقم عشرة بيقولك الاضجكت is local outlier. لو هو بيديفيد significantly from the rest of the data set. اللي بقى ده هو طبعا خطأ. بدل local هيبقى ايه هيبقى global outlier. ودي لسه احنا إلينا من شوية. ان global outlier هو قيمة اللي بتبقى اكستريمة عن بقي داتا سيت كلها. ماشي? جميل. رقم 11 بيقول لك recall is interestingness measure for association rule. طبعا الرقل لأ. الرقل كان من المتريكس اللي احنا كنا بنحسب بيها الايه? الكلاسفكيكيشن اللي اللي احنا كنا بنطبق على confusion matrix. ممكن ساعتها نحسب الريكول او كده. ولكن ال interesting measure هو كان ايه? كان اللفت. يبقى اللفت هو ال interesting measure. وبالتاني كبعا ايجابة هي بتبقى false. 12 بيقول لك. cluster is a process of finding a model. يبقى انت بتحاول تجيب model. بيبدأ اللي هو يوصف و يفرق ما بين data classes فطبعا ماشي ال cluster. غلق خطأ. ومال هيبقى هنا لإيه? classification. وبالتالي هنا هيبقى false برده. يبقى classification هو فكرة اللي انت بتحاول تكون model. يبدأ اللي هو يفرق ما بين A classes. وزي الطرق اللي احنا عملناها بال naive base. فرق ما بين junior والsenior وكل الحاجات دي. رقم 13 بيقول لك. in lazy learner we interest in the largest distance. طبعا اللي زي ليرنر لو حد كان فكر اصلا هو كان ايه? اللي هو كان ال keen nearest neighbor. واحنا كنا قلنا عليه اصلا لازي ليرنر ليه? عشان هو بيأجل ال production الا لما ال data الجديدة ايه تيجي. يعني هو كان بيستنى ال data الجديدة تيجي عشان يعمل ايه production. لما كنا بنسمي لازي للي هو key nearest neighbor. فهل احنا كنا بنشوف اكبر distance واحنا كنا بنحل? لا طبعا احنا كنا بنشوف nearest distance او اللي هو اقل distance ممكنة. تمام? لو حد فاكر مسألة الياس والنوع. احنا كنا بنعمل ايه? احنا كنا بنشوف اقل distance ممكنة. لنسلا المعطة ده هي مع ال neighbor الخاص بيها. كنا بنشوف ال neighbor بيقول ايه? وبنقول زيه. نشوف? جميل. 14 بيقول لك ال internecic methods. طبعا ال internecic methods زيه دي لما كنا بنتكلم عن clustering اللي هي النقطة الخاصة بال ايه? ركز معي. ال internecic methods اللي هي كنا بنتكلم عن silent coefficient. silent coefficient اللي هو احنا بنشوف هل clustering بالفعل separated ولا لا? مفصولين عن بعض بشكل كويس ولا لا? دي بالفعل هتبقى true. رقم 15 بيقول لك core object in object who is a neighborhood. يعني ان في جنبه يعني او حواليه. في at least the minimum points اللي هي تبقى true. حالي نعمل شوية. الفالس نيجيتف معناها ايه? معناها positive tuples incorrectly label. يعني معنا كده ان هما كانوا positive ولكن احنا بالخطأ قلنا مسلا ان هما حاجة تانية. لابقى معنا كده ان هما false negative. لابقى ذا بالفعل true. ال key nearest neighbor classifier do classification when new test data is available. لابقى ذا true برده. لحد كنفكر اصلا لا لسا اقل حالا. ال key nearest neighbor بيقول عليه leasy learner. علشان هو بيأجل classification لغاية لما التست data ايه تيجي. لابقى بالفعل true. طيب رقم 18 بيقول لك لو ال item set is frequent لابقى كل brother subsets لابقى frequent لابقى true حاليناها قبل كده. رقم 19 بيقول لك probability that two items are bought. يعني احتمالية ان two items بيتشارو مع بعض. دي اسمها confidence طبعا خطأ. مفروض تكون ايه? support. اما confidence. لو انا اشتريت item A. اللي انا هشتري item B. تمام? لبديل فكهة condition probability. لو انا اشتريت item معين. اللي هشتري بعضه item تاني. تمام? البوتسترابنج. زي ما انا كنا قلنا بكده ان البوتسترابنج دي اكتر من مرة. بايه ام مثلا بمثلا بclassifier مختلفة او كده. حسن هكده خلصنا الامتحان ده هوت. هنبدأ فيه الامتحان اللي بعده. طبعا هو الورقة ده هي نفسها الورقة دي. اللي هو الامتحان متاع 2018. نبدأ نحله ان شاء الله في الفيديو الجاية. ولاحز ان فيه شوية حاجات مش علينا على فكرة عشان اعتقد كان فيه تغير في المنهج كبير.